لن نتخلى عن الحديدة هي كلمات رئيس ما تسمى باللجنة الثورية تابعة لميليشيا الحوثي وأحد أبرز قياداتها محمد علي الحوثي في مقابلة مع وكالة أسوشييت دي بريس الأمريكية قال فيها وبالحرف الواحد إن قواته ستستمر بفرض السيطرة على مدينة الحديدة وموانئها الواقع غربي اليمن تصريح محمد الحوثي بعثر أوراق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتيني جريفيث الذي كان يروم طرح خطة جديدة على الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة بعد أن وصلت الأمور إلى طريق شبه مسدود في الأسابيع القليلة الماضية ولعل تصريح القيادي في الميليشيا هو أوضح تصريح للحوثيين إذ أماط اللثام عن الطرف الذي يقف حائلا دون تنفيذ اتفاق ستوكهولم وعلى الطرف الآخر أكدت مصادر مقربة من الفريق الحكومي في دجنة الحديدة أن لا تفاصيل لدى الحكومة بشأن الخطة الجديدة التي ينوي جريفيث ورئيس فريق الأمم المتحدة المراقب لوقف إطلاق النار ماكيلوليزكارد تقديمها في الأيام المقبلة ومن المستبعد بحسب المصادر القبول بأي مقترحات جديدة تخرج عن جوهر الموقف الحكومي الذي شدد على أهمية تسليم موانئ الحديدة للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية التي كانت مسؤولة عن المدينة قبل سيطرة ميليشيا الحوثي عليها أواخر عام 2014 ويقول المراقبون يمنيون إن إعلان جريفيذ عن مقترحات جديدة ستعرض على طرفي الصراع قد يكون اعترافا ضمنيا بفشل الصيغة السابقة التي تعرف بخطة لوليزكارد واتفاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي نصت على سحب الحوثيين عناصرهم من موانئ الحديدة مسافة خمسة كيلومترات في مقابل انسحاب القوات الشرعية مسافة كيلومتر واحد من المدخل الشرقي للحديدة الرفض الذي أعلنته ميليشيا الحوثي لتنفيذ بدء إعادة الانتشار مثل انتكاسة لطموح لوليزكارد بعد ان دشن عمله الشهر الماضي بالترويج لاتفاق المرحلة الأولى وبدى كأنه على خطى سلفه الجنرال الهولندي باتريك كاميرت الذي استمر في مهمته شهرا واحدا قبل الاستقالة